بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان محاضرتنا لهذا اليوم عوامل نهضة ماليزيا الإسلامية تطرقنا في المحاضرة السابقة عن كيفية وصول مهاتير محمد إلى الحكم في ماليزيا وكيف استطاع أن يقنع الرأي العام بإمكانيته وحنكته السياسية فقد تسلق تدريجيا منذ العام 1970 عندما أعلن أو ألف كتابا بعنوان معضلة الماليو حتى وصوله إلى سدة الحكم عام 1981 لعل أبرز ما يميز المرحلة المهاتيرية تلك الطفرة الاقتصادية التي يعني كانت ملفتة للنظر حيث أصبحت فيها ماليزيا دولة صناعية متقدمة مساهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي وفي أهده كذلك بلغت نسبة صادراتها من السلع المصنعة نحو 85% من إجمالي صادراتها وأنتجت 80% من السيارات التي تسير في طرقاتها وأصبحت من أنجح البلدان في جنوب آسيا بل وفي العالم الإسلامي بأكمله إذا نظرنا لهذه المرحلة نظرة تحليلية متعمقة نجد أن الدكتور مهاتير محمد قد انطلق في عدة محاور وفي وقت واحد لكنه قام بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وبصفة خاصة وهي محور التعليم ويوازيه محور التصنيع ويأتي في خدمتهما المحور الاجتماعي وكان اهتمامه بالتعليم منذ مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية أي النشأة الأولى للفرد الماليزي فجعل في هذه المرحلة جزءا من النظام الاتحادي للتعليم واشترط أن تكون جميع دوائر الرياض وما قبل المدرسة مسجلة لدى وزارة التربية وتلتزم كذلك بمنهج تعليمي مقرر من الوزارة يكون مركزيا كما تم إضافة مواد تنمي المعاني الوطنية وتغرز روح الانتماء للتعليم الابتدائي في أي في السنة السادسة من عمر الطفل ومن بداية المرحلة الثانوية تصبح العملية التعليمية شاملة فبجانب العلوم والآداب تدرس مواد خاصة بالمجالات المهنية والفنية والتي تتيح للطلاب فرصة تنمية وسقل مهاراتهم وإلى جانب ذلك كان إنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طلاب المدارس الثانوية وتؤهلهم لدخول سوق العمل في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية وتقنية البلاستيك وكان من أشهر هذه المعاهد معهد التدريب الصناعي الماليزي والذي ترعاه وزارة الموارد البشرية وقد أصبح له تسعة فروع في مختلف الولايات الماليزية كما واكب الاهتمام بالتعليم دخول ماليزيا مرحلة التصنيع لا سيما تصنيع الإسمنتي والحديد والصلب بل وتصنيع السيارات الماليزية الوطنية المعروفة باسم بريتون ثم التوسع في صناعة النسيج والصناعات الإلكترونية والتي صارت تساهم بثلثي القيمة المضافة لقطاع الصناعي وتستوعب أربعين بالمئة من العمالة نعم وكانت التسعينيات من القرن الماضي مرحلة تصنيع أو نضج الثمرة من صح التعبير حيث وضعت ماليزيا في قائمة الدول المتقدمة ففي مجال التعليم وتوافق وتوافقا مع ثورة عصر التقنية قامت الحكومة الماليزية في عام 1996 بوضع خطة تقنية شاملة من أهم أهدافها إدخال الحاسوب الآلي والارتباط بشك بشبكة الأنترنت في كل مدرسة بل في كل صف دراسي وتعد هذه ثورة تكنولوجية ومعلوماتية هائلة في وفقا عفوا لمقاييس ذلك الزمن وبالفعل بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الأنترنت في ديسمبر عام 1999 أكثر من 90% وبلغت هذه النسبة في الفصول الدراسية نحو 45% كما أنشأت الحكومة الماليزية العديد مما يعرف بالمدارس الذكية التي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة وذلك من خلال مواد متخصصة عن أنظمة التصنيع المتطورة وشبكات الاتصال ونظم استخدام الطاقة التي لا تحدث أو تحدث تلوثا بالبيئة كما تنفذ عملية التدريس والتعليم في هذه المدارس وفق لحاجيات أو لحاجات الطلاب وقدراتهم ومستوياتهم الدراسية المختلفة ويتم اختيار مدير المدرسة من القيادات التربوية البارزة ويساعد فريق من الأساتذة ممن لديهم القدرة المهنية الممتازة كما تتيح مشاركة الطلاب في اختيار البرامج الدراسية بجانب حرص هذه المدارس على التنويع والتطوير في أساليب التدريس مثل الرحلات العلمية والأيام الترفيهية لقد حددت الدولة أولوياتها بدقة عالية فإذا نظرنا إلى إجمال ما أنفقته الحكومة الماليزية على التعليم في عام 1996 فعلى سبيل المثال للحصر نجدها أنها قد أنفقت على هذا القطاع 2.9 مليار دولار وبنسبة 1.7% من إجمال حجم الإنفاق الحكومي وإزداد هذا المبلغ إلى 3.7 مليار دولار عام 1900 وعفوا عام 2000 بما يعادل نسبة 23.8% من إجمال النفقات الحكومية وكان إنفاق هذه المبالغ على بناء مدارس جديدة وخاصة المدارس الفنية وإنشاء معامل للعلوم والكمبيوتر ومنح قروض لمواصلة التعليم العالي داخل وخارج البلاد بالإضافة إلى الدعم والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة فإن إلزامية التعليم أصبحت من الأمور التي لا جدال ولا نقاش فيها وأصبح القانون الماليزي يعاقب الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس كل ذلك بجانب الحرص على الانفتاح والاستفادة من النظم التعليمية المتطورة في الدول المتقدمة وفي هذا السياق تم إنشاء أكثر من أربعمائة معحد وكلية وجامعة خاصة تقدم برامج توأمة مع الجامعات في الخارج كما أتيحت الفرصة للطلاب الماليزيين لمواصلة دراستهم في الجامعات الأجنبية إلا أن ما يستحق التسجيل ويدعو إلى الإعجاب صراحة تلك الفكرة الجديدة التي قامت بها الحكومة الماليزية عندما عملت على تقوية العلاقة ما بين مراكز البحوث والجامعات وما بين القطاع الخاص بعبارة أخرى تم فتح المجال لاستخدام أنشطة البحث الجامعية لأغراض تجارية أي ربطت التعليم ومخرجات هذا التعليم في القطاع الخاص لتخرج بنتيجة صراحة قد أبهرت العالم فيما بعد وهي نهضة ماليزيا الحديثة في كافة المجالات وكافة يعني طرق الإنتاج الحديثة التي عرفت عنها ماليزيا نعم لقد كان لتلك الفكرة أعظم الأثر على الجميع فلم تعد الحكومة الآن مطالبة بدعم كل الأنشطة البحثية بمفردها بل شاركتها في ذلك المصانع والمؤسسات المالية والاقتصادية كلا حسب حاجته وكلا حسب متطلباته في سوق العمل وفي وفي ذات الوقت لا تكاد تجد مركز أبحاث يشكو من قلة الدعم الحكومي وهذه إضافة إلى أن الدولة استطاعت أن توجه ما كان يمكن أن يصرف على هذه الأنشطة إلى مصارف أخرى مهمة ومن جراء ذلك امتلكت المصانع الماليزية القدرة على التطوير بل والابتكار والمنافسة وإثبات وجودها في الأسواق المحلية والعالمية ولم تنس الحكومة المرأة الماليزية التي حصلت على نصيبا وافر من التعليم كالرجال تماما بل أصبحت الحكومة تقدم قروضا بدون فوائد لتمكين الآباء من إرسال بناتهم إلى المدارس وتوفير مستلزمات المدرسة وتعطي الفقراء مساعدات مجانية لهذا الغرض وإذا أردنا أن نقيم تجربة ماليزيا الاقتصادية في عهد مهاتير محمد نقول أن النظام الرأسمالي كان هو السائد في ماليزيا في الفترة الممتدة منذ تاريخ حصولها على الاستقلال منذ عام 1957 إلى نهاية الستينيات من القرن الماضي تقريبا مرورا بقيام اتحاد ماليزيا في عام 1963 وحدود المشاكل والاضطرابات العرقية في عام 1969 ثم ظهور قوانين السياسة الاقتصادية الجديدة في عام 1970 وانتهاء بإنشاء البنق الإسلامي الماليزي عام 1983 والتي تعذ هي فترة مفترقة طرق ما بين ما مضى وما بين عام 1983 وهو العام الذي وصل فيه مهاتير محمد إلى الحكم أفرزت المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في هذه الفترة نوع من المؤسسات التعاونية لتقديم خدمات إلى الفئات الفقيرة والمستضعفة التي كان قد همشها الاستعمار الإنجليزي وهذه المؤسسات قامت أساسا لخدمة طبقة المسلمين المالاوي والفقراء ولقد شجعت الحكومة مثل هذه المؤسسات واستغلتها في خطتها الاقتصادية فهي تريد من وراء ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن الأعراق في ماليزيا إذ فهمت الحكومة أن تحقيق النمو مقترنا بالمساواة في الفرص خاصة وأن المجتمع الماليزي يقوم على التعددية العرقية والدينية مما دفعها إلى نهج خطة اقتصادية تبدأ من عام 1970 وتنتهي في عام 1990 والتي أطلق عليها اسم السياسة الاقتصادية الجديدة وهي تكملة للسياسة التي اتبعها تون عبد الرزاق هذه السياسة كانت أو تقوم على إعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية والهادفة إلى رفع نسبة ثروة الأغلبية المالوية التي إلى 30% والتي تكفل للمالاو المسلمين الحصول على نصيبهم من الانتاج الاقتصادي وقد وضح ذلك دكتور مهاتير محمد في قوله أن مفهوم اقتران أن مفهوم اقتران التنمية بالمساواة في الفرص بماليزيا ينطوي على أهمية خاصة نظرا لأن مجتمعنا يقوم على التعددية العرقية والدينية ذلك أن السكان الأصليين الذين يعرفون بلفظ بومي بترا يشكلون نحو 60% من مجموع سكان البلاد لكننا عندما نتحدث عن الثروة والمداخل فإنهم يحتلون موقعا متأخرا مقارنة ببقية السكان الذين ينحدرون من جنسيات أخرى وهذا الواقع الذي دفعنا إلى دفعنا عفوا إلى أن ندشن في عام 1970 سياسة اقتصادية جديدة تم تصميمها بما يكفل للبومي ترى الحصول على نصيبهم من الكعكة الاقتصادية طبعا على حد تعبير وفي عام 1971 وفي إطار التحرر من التبعية التي أرادها الغرب قامت بإصدار قانون المناطق التجارية الحرة لتجهيز الصادرات وأعطت من خلال حوافز لجذب رأس المال الأجنبي إليها كما أنهم في سبيل التحرر من التبعية الرئيس مالية قامت بإنشاء بنقا إسلاميا وهو البنق الإسلامي الماليزي عام 1983 و و و كذلك سمحت البنوك التجارية الأخرى بتطبيق النظام الإسلامي في معاملاتها مما شكل فرصة ذهبية للاقتصاد الإسلامي النمو على أرض ماليزيا وقد ساعدت عدة عوامل في نجاح عملية التطور الاقتصادي في ماليزيا نسلط الضوء عليها بأهمية قصوى أولا المناخ السياسي لدولة ماليزيا إذ أن الظروف السياسية ملائمة للتنمية الاقتصادية إذ أنها لم تتعرض لأي انقلابات عسكرية والقادة السياسيين مؤمنين بالتغيير والإصلاح اثنيا تتمتع ماليزيا بديمقراطية عالية إذ أن الأحزاب السياسية قائمة على أساس عرقي إذ تتخذ القرارات دائما من خلال المفاوضات ثلاثة توجه ماليزيا تمويلها نحو التنمية بشكل أساسي بدلا من إنفاقه على التسلح إذ أن ماليزيا كانت صديقة لكل الدول وتتجنب المشاكل لكي لا تعيق تقدمها كذلك رفض الحكومة الماليزية تخفيض النفقات المخصصة لمشروعات البنية التحتية والتي والتي هي سبيل الاقتصاد على نحو أو نمو مستقر في السنوات المقبلة أيضا انتهجت ماليزيا استراتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبيرة من خلال الاحتماد على السكان الأصليين الذين هم بطبيعة الحال الأغلبية وأيضا اهتمام ماليزيا بتحسين أو تحسن المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري من خلال تحسين الأحوال المعيشية والتعليمية والصحية للسكان الأصليين أيضا اهتمام ماليزيا على الموارد الداخلية بشكل كبير من خلال توفير رؤوس الأموال اللازمة رؤوس الأموال اللازمة لتمويل الاستثمارات إذ ارتفع الدخل المحلي الإجمالي بنسبة أربعين بالمية بين سنة ألف وتسعمية وسبعين وسنة ألف وتسعمية وتلاثة وتسعين كما ارتفع الاستثمار الأجنبي الإجمالي بنسبة خمسين بالمية خلال الفترة نفسها التعامل أيضا مع الاستثمار الأجنبي بشكل يعود بمنافع عديدة واستفادة كبيرة من خلال شروط تحليلية تصب في صالح الاقتصاد الوطني الماليزي ووجود نوعية عالية من التنوع في البنية الصناعية وتغطيتها لمعظم فروع النشاط الصناعي مثل صناعات الاستهلاكية الرئيس مالية الوسيطة كذلك وكان هذا بمثابة نجاح لسياسات التنمية في ماليزيا إذ اعتبر سببا ونتيجة في الوقت ذات ولكن هذه التوجهات لم تشفع لماليزيا في النجاة من فترات وأزمات اقتصادية عاصفة خاصة في بداية الثمانينات من القرن العشرين حيث وصل العجز في الميزانية إلى 17% و14% من الناتج القومي الإجمالي على التوالي في عام 1982 وتراجعت معدلات التبادل بشدة في عام 1985 1986 وفي نهاية 1986 أصبح إجمالي أو الدين الخارجي إلى 85% من الناتج القومي الإجمالي ووصلت نسبة خدمة الدين إلى 20% من إجمال الصادرات ولهذا أقدمت ماليزيا بدءا من العام 1986 بوضع استراتيجي للتنمية من خلال خطة خماسية من 1986 إلى 1990 تقوم على تحفيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو وقامت أيضا بمجموعة من الإصلاحات والتعديلات في كافة القطاعات الاقتصادية فركزت في ذلك على عدة عوامل أولا مناخ الاستثمار بخفض الضرائب على أرباح الشركات وتخفيف القيود اثنين إعادة هيكلة قطاع المشروعات العامة من خلال وضع برامج الخصخصة مع وقف إنشاء مشروعات عامة جديدة ثلاثة اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم وتقوية الجهاز المصرفي والمالي ولزيادة كفاءة وعمق الأسواق المالية أربعة وضع سياسة لسعر الصرف لتأمين القدر المناسب من المنافسة خمسة اتخاذ موقف متحفظ حيال الاقتراض الخارجي خاصة من صندوق النقد الدولي الذي عرض عليهم نموذج التطوير والإصرار على التعجيل في سداده مع عدد تمويل الدين القائم فيقول دكتور محمد مهاتير في هذا الصدد من المهم هنا بيان أن ماليزيا قد أعرضت عن نموذج التطوير الذي مدحته وقامت بالدعاية له الدول الشمالية من خلال البنك الدولي المصرف الدولي للإنشاء والتعمير والاتحاد العالمي للتسويق نعم أخذ الاقتصاد الماليزي في استعادة قوة الدفع المعهودة بدءا من عام 1987 كما مكنت السياسات السياسات الاقتصادية الإصلاحية من وضع الاقتصاد الماليزي في موقف أو موقع يمكنه من الاستفادة من التحولات في المنافسة الدولية والشروع في خطة جديدة بدءا من عام 1990 إلى 2020 في أهد رئيس الوزراء محمد مهاتير وتعرف هذه الخطة بالخطة الاستراتيجية 2020 والتي تطمح إلى تصنيف ماليزيا كدولة صناعية بحلول عام 2020 ورفع معدل الدخل إلى أربعة أضعاف مستوياته عام 1991 ومن هنا فإن ماليزيا تسعى من خلال هذه الخطة إلى تكثيف النشاط الصناعي على أرضها ففي أستينات كان النمو يركض على الإنتاج الزراعي الذي يمثل 40% من الناتج وكان أسهم القطاع الصناعي في 10% من هذا الإنتاج وكان سلعتين سلعتين هي المطاطة والقسطيط تشكلان 70% من الانصادرات وهذا التكثيف في النشاط الصناعي سيقوم باستهلاك كل المواد الخام التي تنتجها وهذا يعني توفير ملايين من فرص العمل الجديدة من أجل تلبية حاجات النشاط الصناعي وبهذا انخفضت نسبة البطالة إلى 30% أو عفوا إلى 3% وارتفع نصيب الفرد الماليزي إلى من الدخل وبفضل هذه الخطة التي قامت بها ماليزيا منذ إنشاء الاتحاد في عام 1963 وانخفضت نسبة الفقراء من 52% في عام 1970 إلى أقل من 5% عام 2003 وهذا ما يفسر لنا الطفرة العظيمة التي قامت بها حكومة مهاتير محمد أنقذت وحدت بشكل كبير من الفقر في ماليزيا وكذلك بسائر الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية نعم أحبتي إلى هنا نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي بكم في محاضرات فديوية أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته